عن الحنين الحنين إلى البداية إلى الطريقة التي تم بها إلاج المفتاح في قفل الباب وإخفاء النظرة عن غايتها واختيار المقعد وموسيقى الليل بعفوية متمرسة وهو التمرين العاطفي على جس نبط الكون وهو أي ذاك الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية الفصل الأول المرتجل بكفاءة الفديهة هكذا يولد الحنين من كل حديثة جميلة ولا يولد الحنين من جر فليس الحنين ذكرى بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة الحنين انتقائي كبستاني ماهر وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائف وللحنين أعراض جانبية من بينها إدمان الخيال النظرة إلى الوراء والحرج من رفع الكلفة مع الممكن والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماد حتى في الحب تعالي معي لنصنع ليلة ماضيا مشتركا يقول المريض بالحنين سآتي معك لنصنع غدا مشتركا تقول المصابق بالحنين هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي ولأنه لا يريد أن يكفر أكثر الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد لكن لا أحد يحن إلى جرحة لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس بل يحن إلى ما قبله إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في تنجان شاي إلى زمن فرد وسل الصورة والحنين نداء الناي للناي لترميه الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي هو دعوة للصهر مع الوحيد وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عنوينهم جيدا وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية اللاشئ الجميع ويحمس لهم فن اليقف ونادرا ما يأتي صباحا ونادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنت وذكر هو زائر المساء حين تبحث عن أثارك فيما حولك ولا تجدها حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك كان معتا وشجرا وصار عنوين روح وفكرة وجملة في اللغة كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهاني على قوة الحق أمام حق القوة المتماتية أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المغافل والمخيمات الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل هو اندماج الغريزة بالوعي وباللواعي وشكوى الزمن المفكود من سادية الحاضر الحنين وجع لا يحن إلى وجع هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد وجع البحث عن فرح سابق لكنه وجعا من نوع صحي لأنه يذكرنا بأن مرضى للأمل وعاطفين السلام عليكم